السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم على قناة وي سمارت اليوم عندنا موضوع مهم جدا واللي هو كيف نخلي الغرفة ما تطفي علينا نهائيا حتى لو ما تحبكنا أمام حساس الحركة كيف الغرفة تستطيع تحديد وجودنا وعدم وجودنا في هاي الغرفة بشكل دقيق وخلال عشر ثواني من دخولنا على الغرفة والطريقة هاي تعتمد على النوع معين من حساسات الحركة وقالية عمل معينة في هاي الحساسات خليني أشرح لكم موضوع الحساسات ونشوف شو هي الطريقة وكيف مبدأها ونعمل عليهم تجربة واللي هو حساس من Philips حساس من Acara وحساس من Sun Off راح أعمل موشن الآن أمام هاي الحساسات ونشوف مبدأ عمل هاي الحساسات مجرد ما أعمل موشن أمام هاي الحساسات الحساسات تتحول إلى Active وكل حساس إلو Deadline مجرد ما يوصله يحول الموشن هذا إلى In Active بعض الحساسات مثل Philips يمكن تعديل هذا Deadline وبعضها لا يمكن تعديله على سبيل المثال حساس فليبس بعد 61 ثانية من الحركة بيسجل نو موشن حساس سن اوف بعد 65 ثانية بيسجل نو موشن حساس اكارا بعد 61 ثانية بيسجل نو موشن مجرد ما اتحرك امام الحساس حركة حساس ما بيسجل نو موشن الا بعد مرور التايم اللي متابعه طيب شو بيسير لو انا عملت حركة خلال الموشن هو اكتف رح اعمل حركة الان والحساسات اصلا هي اكتف رح اعملها بعد 10 ثواني من الحركة الاولى رح نشوف مين من الحساسات رح تضيف هاي العشر ثواني على الديدلاين ومين منها ما رح يضيف هاي العشر ثواني رح اسرع الفيديو الان كما لاحظنا حساس اكارا ما اهتم للعشر ثواني وسجل نو موشن بعد 61 ثانية اما حساس فيليبس وحساس سن اوف اضافوا العشر ثواني على الديدلاين وهيك صار بامكاني اعتمد حساس سن اوف او حساس فيليبس لهاي التريك بما انهم بيسجلوا الموشن تراكمي وهي النقطة مهمة جدا ورح نستفيد منها في التريك اللي رح نعملها فانا رح اعتبر انه اي حركة بتتم في الغرفة بعد اول عشر ثواني بتأكد على وجودي في هاي الغرفة ورح تمنع الاضاءة انها تطفي نهائيا وهاي الطريقة مناسبة جدا للحمامات اللي يعزكم مناسبة جدا للغرف اللي بيتم اغلاق بابها بعد الدخول عليها خلينا نجربها الان مع بعض الان بالوضع الطبيعي انا لو دخلت على اي غرفة أعملت موشن وتوقفت عن الحركة بعد الديدلاين واللي هو دقيقة انا عامله بهذا المثال بعد الديدلاين للموشن سنسور انا عامله دقيقة من عدم وجود حركة انها تطفي الغرفة فمباشرة اذا انا توقفت عن الحركة داخل هاي الغرفة رح تطفي عليه هاي الغرفة او اذا كنت في زاوية في الغرفة ما بغطيها هذا الحساس بمباشرة رح تطفي علي هاي الغرفة او على سبيل المثال الله يعزكم كنت في الحمام وكان في بخار من الاستحمام مغطي على رؤية الحساس رح تطفي علي المكان اللي أنا موجود فيه اما في التجربة الثانية رح اعمل حركة امام الحساس وبعد عشر ثواني رح ارجع اكرر هاي الحركة طبعا هون انا افعل الترك اللي رح اشرحلكم اياها لاحقا بهاي الحالة النظام رح يستطيع تحديد اني انا موجود في هاي الغرفة بعد العشر ثواني الاولى حتى لو انا ما تحركت نهائيا داخل هاي الغرفة ولو مهما مر من الوقت بدون حركة رح يظل النظام عارف اني انا داخل هاي الغرفة لاحظوا معي انه مر ما يقارب التلت دقائق بدون حركة والنظام ما زال عارف اني انا داخل هاي الغرفة وعشان يستطيع النظام تحديد اني طلعت من هاي الغرفة رح أرجع أعمل موشن أمام الحساس وأرجع أفتح باب الغرفة وأطلع منها وأسكر الباب وبهاي الحالة النظام عرف أني طلعت من الغرفة وبعد الديدلاين اللي هو دقيقة رح يطفي الإضاءة طبعا طريقة تطبيق هذه اللي ترك هي واحدة على سمارت تينجز وعلى هوبيتات لكن في هذا الفيديو رح أشرح لكم طريقة التطبيق بالتفصيل على هوبيتات ولسمارت تينجز إذا كنتم مهتمين خبروني برجع أعملكم فيديو عن سمارت تينجز رح ندخل مباشرة على أبس في الهبيتات ورح نعمل أول أوتوميشن على الموشن أند مود لايتنج أب رح نختار كرييت نيو موشن لايتنج أب ورح أختار لها اسم وي سمارت لايت أوتوميشن الآن رح نختار الموشن رح يتحكم بهذه الأوتوميشن واللي هو رح يكون السن أوف اللي استخدمناه في بداية الفيديو واسمه وي سمارت موشن سنسور ورح نختار الإضاءة اللي رح نتحكم فيها فرح نختار تيرن أون سويتشز ورح نختار الإضاءة اللي شفناها في بداية الفيديو وهي من آيكيا ورح نختار أنه يتحكم فيها الموشن لايتنج أب واسمها في هذا المثال وي سمارت لايت والآن رح نختار الكنتاكت سنسور اللي رح يضع الإضاءة لما يفتح واللي هو كان في بداية الفيديو كان اسمه وي سمارت دور سنسور الآن صار عنا أوتوميشن بسيط في حال صار في موشن على حساس الحركة رح تضع الإضاءة أو إذا فتح حساس الأبواب رح كبان تضع الإضاءة ولما يكون ما في موشن لمدة دقيقة كاملة رح تضط فيها الإضاءة أوتوميشن بسيط خلينا نعمل له done بعد ما نفعل اللوغينج الآن رح نروح على devices ونعمل virtual device رح نضغط على add device وبعدها رح نختار virtual ورح أسمي هذا الـ device وي سمارت virtual presence ومن الـ type رح أختار virtual switch والآن رح نضغط على save device هذا رح يكون باعتباره حساس تواجد وهمي إذا كان off أنا مش موجود في الغرفة إذا كان on أنا موجود في الغرفة الآن رح نرجع مرة تانية على motion and mood lighting apps ورح نعدل على الـ automation اللي عملنا تعديل بسيط رح نضغط على هذا الخيار عشان نختار السنسور الوهمي اللي عملنا رح نضيف الـ virtual presence switch اللي عملنا كشرط لمنع هذا الـ automation إنه يطفي الإضاءة رح نختار switch to disable turning off ورح نختار وي سمارت virtual presence اللي عملناه قبل قليل ورح نخلي الخيار disable win on في حال كان هذا الـ switch on رح يمنع هذه رح يمنع الـ motion lighting app إنه يطفي هاي الإضاءة حتى لو ما كان فيه motion رح نضغط على دن الآن الآن رح نروح على الـ rule machine ونعمل automation في الـ rule machine هذا الـ automation وضيفته تشغيل وتعطيل الـ virtual presence اللي عملناه قبل قليل رح نضغط على create new rule ورح أسمي هاي الرول وي سمارت virtual presence on automation وهاي رح تحول الـ virtual presence إلى on رح نختار في trigger event حساس الباب اللي شفناه في بداية الفيديو في حال تم إغلاق هذا الحساس هاي الرول رح تعمل fire فرح أختار وي سمارت دور سينسور ورح أختار إنه لما يكون closed رح أضغط على hidden الآن رح نضيف الـ action اللي رح يتنفذ لما هاي الرول تعمل fire رح نضغط على create new action ورح نختار الـ wait ورح نختار wait for expression هادي كان في الماضي اسمها wait for condition شرحناها بشكل مفصل ودقيق في فيديو سابق رابطه رح يكون موجود في الأسفل ورح نختار new condition وبعدها رح نختار motion ورح نختار we smart motion sensor ورح نخلي الخيار active كما هو رح نعمل تقل لخيار use duration ورح نختار مدة دقيقة وعشر ثواني ورح نضغط على done الان شو معنى هذا الخيار هذا الخيار معناته انه النظام رح ينتظر حساس الحركة انه يضل active لمدة دقيقة وعشر ثواني هذا الانتظار ما الو نهاية الان رح نضيف كمان action رح نضغط على create new action ورح نختار control switches ورح نختار turn switch on or off وهون رح نختار الwe smart virtual presence اللي عملنا في السابق ورح نختار انه بدنا يا turn on ورح نضغط على done with this action الان الوتوميشن صار كالتالي في حال تم اغلاق الباب الرول هاي بتعمل fire بتنتظر حساس الحركة انه يستمر في وضع active لمدة دقيقة وعشر ثواني بعدها مباشرة النظام بعمل turn on للwe smart virtual presence وهيك بيحدد النظام اني انا موجود في الغرفة هاي وما في داعي اطفل اضاءة الان رح نفعل login ورح نضغط على done الان رح نعمل الوتوميشن الاخير وهذا الوتوميشن هو وظيفته ارجع ال switch الى وضع ال off رح نضغط مرة تاني على rule machine ورح نعمل create new rule ورح نسميها we smart virtual presence of automation في trigger event رح نختار contact sensor رح نختار نفس السنسور اللي اخترناه في السابق واللي هو we smart door sensor ورح نختار لما يكون closed نفس الوتوميشن السابق الان رح نضغط على done with trigger event والان نفس الطريقة رح نختار create new action رح نختار خيار wait ورح نختار نفس الخيار wait for expression ونفس الشي رح نختار new condition ورح نختار نفس حساس الحركة لكن هاي المرة رح نختار in active ورح نفعل خيار ل duration ورح نختار one minute ورح نضغط على done ورح نكرر نفس الخطوات رح نختار كمان action بنفس الطريقة رح نختار control switch ورح نختار turn on or off switch ورح نختار turn on or off switch وفي هاي المرة رح نغير الخيار الى turn off ورح اختار اضاءة ايكا اللي سمناها we smart light ورح نختار we smart virtual presence بهاي الحالة رح اطفي اضاءة واطفي switch الوهمي اللي بيأكد على التواجد او عدم التواجد ورح نضغط على done الان الاطوميشن صار عندنا في حال تم اغلاق باب الغرفة انتظر حساس الحركة انه يكون in active بدون حركة لمدة دقيقة متواصلة في حال تم هذا الامر اطفي الاضاءة ورجع حساس التواجد الى ال off الان ضل عندنا خيار خير نعدل عليه واللي هو بالاطوميشن اللي شغل حساس التواجد وعمله on وننضيف عليه خيار اضافي فرح ندخل عليه عشان نعدل عليه ورح نضغط على الخيارات اللي عملناها ونضيف action جديد ورح نضغط على خيار cancel rules ومن هون رح نختار cancel rule timers هذا الخيار وظيفته انهاء اي timer شغال في rules معينة حتى لو كان شغال بالخلفية وهون رح نختار rules التاني اللي عملناها اللي هي اللي بتطفي حساس التواجد وبتطفي الاضاءة اللي عملناها قبل قليل رح نختار انه ن cancel timer بما معنى اخر رح ن cancelها بشكل كامل لما هذه rules تكون صحيحة بت cancel هديك rules الواتوميشن الواتوميشن صار عندك التالي في حال كان الموشن فعال لمدة دقيقة وعشر ثوانية متواصلة مباشرة النظام رح يفعل أو رح يحول ال switch ال on واللي هو virtual presence حساس التواجد خلينا نحكيه ورح ي cancel الرولز التانية اللي شغاله بالخلفية بتنتظر انه الموشن يكون in active عشان تطفي الغرفة فرح ي cancelها بشكل كامل وبهاي الحالة الغرفة رح تضلها شغالة بدون ما تطفي نهائيا لغاية ما يتم فتح باب هاي الغرفة واغلاقه مرة اخرى برجع السيناريو بدور من اول وجديد بتتنافس هاي ال automation مع ال automation الثانية مين رح يفوز هل الموشن رح يكون active لمدة دقيقة وعشر ثواني والاضاءة تضلها شغالة ام انه رح تفوز الرولز التانية ورح الموشن يكون in active لمدة دقيقة ويطفي الاضاءة هادي هو ال automation وهيه الطريقة اللي احنا عملناها وشرحناها في بداية الفيديو هو الموضوع ببين صعب لكن جربوه وطبقوه رح تلاقوا انه هذا الموضوع سهل جدا وبسيط بدون تطبيق رح تكون الامور مو واضحة بالنسبة لكم ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو ان شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه لايك وسبسكرايب السلام عليكم اشتركوا في القناة